الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأبياء وسلم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في المحاضرة الخامسة من الوحدة الثالثة التي قررنا أنها فيما سبق تتكلم عن أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا فقد تكلمنا فيما مضى عن الحديث المتواتر وهو القسم الأول ولازلنا في الكلام على القسم الثاني وهو حديث الآحد تكلمنا في المحاضرة الرابعة والتي قبلها عن الحديث المشهور من أقسام الآحد واليوم نتكلم عن القسم الثاني من أقسام الآحد وهو الحديث العزيز وفيه عدة مسائل المسألة الأولى وهي ما يتعلق بتعريفه أما تعريفه من حيث اللغة فالعزيز صفة مشبهة من عزة يعز أو من عزة يعز من عزة يعز بكسر العين أي قلة وندرة يعزها كذا بكسر العين هي القلة والندرة وسمي بذلك لقلة وجوده وندرته وهو كذلك كما سيأتي الحديث العزيز بالتعريف الذي سنعرفه بعد قليل حديث قليل ونادر أو أنه أخذ العزيز من عزة يعز بفتح العين أي قوي واشتد وسمي بذلك لقوته بمجيئه من طريق آخر هذا من حيث اللغة أما تعريفه من حيث الاصطلاح فهو ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند فيصبح هذا الحديث في كل طبقاته أكثر من اثنين لكن هناك طبقة من الطبقات اقتصرت على اثنين فيسمى الحديث عزيزا بهذا الأمر لأنه رواه في هذه الطبقة اثنان أما طبقة الصحابة أو الطبقات التي تليها وبهذا يصبح معنى التعريف الذي ذكرناها أنه لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين لكن أن يوجد في بعض الطبقات ثلاثة فأكثر فقد يوجد ولا يظر لكن بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة من هذه الطبقات من طبقات السند فيها راويان اثنان فقط لماذا؟ لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند وقد مضى بيان مثل هذا الأمر هذا التعريف الذي ذكرناه بهذه الصورة هو التعريف الغاجح كما حرره الحافظ بن حجر في نزهة النظر بعض العلماء قالوا في تعريفه أن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة وبهذا التعريف لم يفصلوا عن المشهور في بعض صوره وعلى هذا جرى صاحب النخبة صاحب البيكونية حينما قال في منظومته عزيز ملوي اثنين أو ثلاثة وهذا التعريف مرجوح والصحيح هو ما حرره الحافظ بن حجر كما بينا المسألة الثالثة عندنا وهي مثال الحديث العزيز ذكروا لذلك في كتب مصطلح مثالا ما رواه الشيخان من حديث أنس وما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فهذا الحديث في الطبقة العليا وهي طبقة الصحابة رواه عن أبي صلى الله عليه وسلم راويان أنس وأبو هريرة ثم عن أنس رواه راويان قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب ثم عن قتادة رواه راويان شعبة ابن الحجاج وسعيد ابن أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب أيضا راويان إسماعيل ابن علية وعبد الوارث وعن كل واحد من هؤلاء بعد ذلك رواه جماعة هذا مثال الحديث العزيز أشهر مصنفات فيها الحقيقة لا يوجد فيه مصنفات لم يصنف العلماء مصنفات خاصة للحديث العزيز والسبب في ذلك والله أعلم أمران الأمر الأول لكلته وعدم وجوده ندرة وجوده ندرة وجوده فالحديث العزيز قليل فلم يؤلف فيه الأمر الثاني أنه ترتب على كلته وعدم وجوده إلا 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 نادرا ترتب على ذلك عدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات التي يمكن أن تصنف فيه ولذلك لم يعتني المحدث هنا بالتصنيف فيه هذا ما يتعلق بالحديث العزيز والله أعلم وصلى الله عن يبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر